وينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغد أحمد العربي أحمد بعد أن هدأ الغبار قليلا على محاولة لاغتيال الفاشلة بالأمس ما هي التفاعلات في الشارع السوداني يتحدث هنا عن الإنسان المواطن الذي يعتبر هذه الحادثة غريبة على الثقافة السياسية في المجتمع السوداني نعم بالتأكيد هذه هي سابقة تاريخية لم يتعود عليها الشارع السوداني اليوم كل الشارع السوداني يتداول هذه الحادثة بشيء من الاستغراب والتعجب خاصة أنها جديدة عليه ويتساءل هل نحن أمام وضع جديد هل نحن أمام ظاهرة جديدة هل الحادثة والهجوم الإرهابي والإرهاب الذي حدث بالأمس سينتهي عند هذا أم أنه سيستمر إلى ما بعد ذلك هل هذه حلقة جديدة يدخلها السودان أم ماذا كل هذه التساؤلات اليوم تطرح في الشارع السوداني استغراب كبير واستهجان وتنديد بهذه الحادثة لكن المسيطر أكثر هو عن ما الذي سيحدث مستقبلا ما المستقبل الأيام خاصة أن هذا هو هجوم إرهابي وفق وصف الحكومة السودانية أحمد على ذكر المستقبل حتى أكمل معك الصورة وتأسيسا على المبدأ الذي يقول ما لا يقتلني يقويني هناك بعض الأصوات الآن تسمع في السودان تريد أو تقول بضرورة التعامل بحزم وبقوة مع فلول النظام السابق ما مدى انتشار هذا الرأي في السودان نعم يعني الذي حدث فتح أيضا باب استفهامات وأسئلة كثيرة جدا عن تعامل الحكومة مع عناصر النظام السابق بالإضافة إلى أن هذه الحادثة وإن كانت لم تغتال رئيس الوزراء لأنها أرسلت رسالة قوية جدا بأن هناك خللا يجب معالجته والوقوف عليه حتى الآن يعني النائب العام في تصريحاته لوسائل إعلام محلية ذكر أنهم الآن في مرحلة جمع المعلومات التي تشير إلى مرتكبي هذه الجريمة ستبحث النيابة العامة كما ذكر النائب العام في عدد من الاتجاهات بالتوافق مع القوى الأمنية الأخرى بالإضافة إلى أنها ستبحث أيضا في بلاغات تتعلق بالإرهاب يعني آخر بلاغ تم فتحه وتحريزه والقبض على واحد من عناصر خلايا إرهابية ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية الدولية النيابة العامة ستبحث في هذه الملفات هذه المجموعة التي تم القبض عليها مؤخرا اعترف أحد المتهمين بأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية بالإضافة إلى أنهم كانوا ينون إجراء عدد من الحوادث أو العمليات الإرهابية في السودان وفي التحديد في الخرطوب لذلك البحث وأصابع الاتهام ستشير لعدد من الذين يمكن أن يستفيدوا من تغويض النظام الدستوري بالإضافة إلى إحداث البلبلة والهلع والخوف للحكومة وأيضا للشارع السوداني من الخرطوم ورسلنا أحمد العربي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر